طيب تعالوا نروح لشوية علم كده ونسوف العلم ممكن يقدم لنا ايه طور العلماء اول تقنية ذكاء اصطناعي في العالم ايه هي بقى التقنية قراءة للأفكار وبتترجم الموجات الدماغية الى يعني نص قابل للقراءة حاجة تخوف يعني دماغك يكون فيها ايه فتترجم لنص نقدر نقرأ وده وفقا للصحيفة البريطانية الديلي ميل والديلي ميل قالت حسب الصحيفة ان التقنية بتستخدم خوزة خوزة كده مغطاة وطبعا الخوزة دي بتقدر ترائب نشاط الكهرباء اللي موجود جوه الدماغ اثناء تفكير مرتديها يعني زي ما انتوا شايفين كده بيحط الخوزة على دماغه وهو بيرتدي الخوزة اكيد بيفكر فالتفكير اللي هو بيفكره بيتحول لكلمات شيء مرعب وابتكر بقى فريق من جامعة تكنولوجية في سيدني هذه التقنية الثورية وقالوا انها يمكن ان تحدث ثورة في رعاية المرضى الذين اصبحوا صامتين بسبب السكتة الدماغية او يكون عندهم شل الماء لكن طبعا لان هي اكيد الناس اللي هي ما بتكلمش لكن ممكن تنقل افكارهم يعني كأنها بتعدهم للحياة ده حقيقي ده مجرد لسه افكار خلينا نعرف مزيد من التفاصيل دكتور عصام الجهري عضو الهيئة بمعهد التخطيط القومي دكتور عصام مساء الخير يا فندم مساء الخير اهلا بيك يا سيد شكتر يعني التقنية الحقيقة تخد اولا يعني لكن هل هي فعلا ممكن تكون مفيدة الحقيقة انها ممكن تكون مفيدة بس قبل ما نقول الخوائد بتاعتها خلينا نبسط للناس الخوزة دي عندها قدرة تعمل ايه بالضبط وازاي انها تتخذ الافكار اللي موجودة في المصر ترجمها لصور او لكلمات تمام عن طريق انها تقيس مستوات الاكسجين في الدم للخلايا الترافية والعطابية في المصر عن طريق انها تشوف طبعا كل دي المستشعرات موجودة في الخوزة هي اللي عندها قدرة على انها تشوف او تعمل اسكان يعني قدرة انها تشوف تدفق الدم للخلايا العطابية برضو في الدماغ قدرة انها تدخ نابضات من الليزر على الدم اللي هو مشاهد اللي هموغلوبين فبالتالي يحصل انعكاس لسرعته والحركة بتاعته وازاي الدماغ بيتفاعل فيه كمان مجموعة من اشعاعات بتشايف الحركة وشايف الاطار الكهرم النطيسي اللي بيقتل في المصر طيب كين الزكال الاصطناعي بقى في الموضوع بعد ما عملنا الرصد بقوله اللي بيحصل في الدماغ احنا كنا غزينا قاعدة معرفة بكل الاشكال والصور الدماغ بيحصل فيه ايه لما يشوف كلمات معينة او يقراه يعني انا هجيب واحد صاحل اول وخويس وفليم اقوله اقوله كل الكلمات مثلا بشوفه المخ ساعتها الحركة بتاعته والنهايات العطابية اللي موجودة فيه اللي بيحصل فيه فانا لما شوف اللي حصل في الجماغ الآخر الصامت اقدر اتنتج الكلمات كده احنا بصطنا الزكال الاصطناعي تقدر يعمل الكلام ده ازاي طب اديني امثلة يا دكتور وحضرتك بتشرح جميل خالص حضرتك واحد جه واعد وقال مجموعة من الكلمات مش الكلمات ديات وهو بيقولها فلنحن بنصور المخ والنهايات العطابية اللي جواه ام تفضل اركن جبنا واحد تاني ثالث رابع خامس ألف واحد قال نفس الكلمات وخزناها في قعدة معرفة عشان تتحلل بعد كده باستخدام تقنيات الزكال الاصطناعي اللي هنعرض عليه الصور والحركة واللي شفناها للدماج الصامت ونقعنا على الصور اللي شفتها يقرنها بالصور اللي شفتها للألف واحد الآخرين فيستنتج بسرعة الكلمات اللي كان هذا الشخص الصامت أفكاره ودماغه كان بيقول إيه سعيدها سواء كلمات أو صور هنا استخدام التحليل من قبل الزكال الاصطناعي في الوقت الفعلي في الوقت الفعلي دي يعني والخزة وانت لا بتادي تقدر تحليلك الكلمات والصور الحقيقة ان نسب النجاح تبقى لكدير الميل نفسها لم تتعد من 40% لكي في الميل فبالتالي فكرة الاعتباد عليها لقراءة الأفكار في حد ذاتها حتى الآن مش صحيح بس إليك بعض المفاجآت بقى وده حصر للتلفزيون الماضي من أكثر من 6 سنوات أكثر من 7-8 جامعات ممولة من شركات عالمية بتتفتغل على هذا المشروع ليس فقط التي أعلنته شرك ديليميل أو الأمس عن أن فيه جامعة زي جامعة تيجمو طيب زي مين بقى المفاجآت زي على رأسهم شركة متا مالكة فيسبوك أيوه اللي راح أتعمل خوزات هسيتم استخدمها في الميتا فيرس وغير هالموضوع أصله بيزنس قبل ما يكون أصله طب طبعا هيا مين تأعلنت عنه تقريبا من سنة وشوية اللي هو أنك تعيش في العالم الافتراضي نعم يا فنزل عايزين يبقى فيه خوز تستخدم في العالم الافتراضي وفي نفس الوقت يبقوها تجارية تمام اثنين شركة اسمها كيرنل بتستخدم برضو نفسها هذه التقنيات ودي شركة سترط أب لما تمئة وعشر مليون دولار عشر تستثمر فيها تمام هنا بقى حضرتك أجاوب السؤال الأولاني لحدك سألتيني فهو إيه الحاجات المفيدة في اللي احنا بنتكلم فيها دي هل كل تكنولوجيا بتستخدم الذكاء الاصطناعي مفيدة آه هتبقى مستفيدة لو أنا استخدمتها فإن أنا أدرس بعد ما شوفت مخ بشكل التفاعلات فيه ايه الناس اللي ممكن يجي لها جلطات في المخ أو الزهيمر فابدأ أديهم جرعات وقائية فيما بعد أو أقول له ياخد الدواء الخاص بالجلطات والكلام ده واحد اثنين ممكن تبقى مفيدة لما أقدر برضو بعد دراسة المخ بالكامل أعرف السن الحقيقي كل شخص يتفلب يتولد يخش المدرسة عند السنة 6 سنوات لكن عمره مخه تقريبا أربع سنوات أو ثلاث سنوات صحيح في آخر عمره مخه ثمان سنوات أو ثلاث سنوات ما هي عاملة برضو مش إحنا عندنا برضو اختبارات اللي هي الايكيو يعني بنشوف برضو مستوى الزكاء أعمل إزاي يعني نعم حاجة زي كده طيب يعني أنا عايزة أسألك سؤال إن أنا أقدر أعرف نشاط وأفكار الإرهابيين لو أنا وضغط التكنولوجيا دي في إن أنا أعرف الأفكار اللي موجودة عند الناس بستخدمها بشكل جد في ده أنا حاب عايزة ألبس خوزة لناس كتير قوي طيب خليني بس أسألك سؤال وحضرتك صحح لي هل أنا أقول لو أنا أمام مريض عنده سكتة دماغية وعنده شلل فعادة هو صامت لا يتكلم هل هي ممكن تكون حل إن يبقى فيه تواصل ما بينه وبين أفراد عيلته الحقيقة نعم والحقيقة كمان إنها ممكن تتاعدوا في إن الكمان يتحكم في الأطراف الصناعية اللي موجودة حواليه بس الكلام ده نظري نظري بس الكلام ده من وجهة نظري أنا بما إن هما ما وصلوا لش نتائج غير من 40-60% وبيتفهدفوا وصولوا 90% الكلام ده نظري نظري يعني إيه يعني هل تأمن لو حد والده مريض وعنده سكتة دماغية أو شخص يسيبه لوحده إن يتحكم في أجهزة ونثبت الدقة فيها ليس لا طبعا طبعا لا طبعا لا ولكن هي بس هي بس هي بس الاستفادة أنه عارف الاستفادة إيه هتبقى دكتور عصام أن تعطيله قبلة الحياة يعني إنه هو ما يبقاش مجرد شخص صامت أو كتب عليه الصمت داخل مرضه هي دي بس اللي ممكن تدي حياة لو ده حيبقى حل مستقبلا عموما يعني دعونا ننتظر العلم يتقدم كل يوم كثيرا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الجهري عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي أشكرك شكرا جزيلا حنفضل دايما نغوص في العلم والعلم يقدم أشياء كتيرة جدا ولكن هي فكرة الخوزة وقراءة أفكارك وقراءة دماغك بتفكر في إيه تحس إن إحنا لن نعيش أبدا أحرار يعني سيأتي الزمن ليعرف الجميع ماذا يدور داخلك وفي أفكارك بني سلم